انه هل انتو حابين ان انتو تبقوا الجيل اللي كسر عظمة مصر هل انتو حابين ان انتو تبقوا الجيل اللي تقال ان هو رحل الناس اللي جم لاجأوا ليك ويعيشوا عندك هل انت يعني في التاريخ ينظر اليك وشكلك قدام العالم ايه يا راجل ده الاجانب مع ملواش اللي لا اخوتهم ولا دينهم ولا ايه عاجة مع ملواش ده عشان واحد يمشي من بلد تقلب الدنيا كم واحد كسر فيزا مصري برا كم واحد الناس ما تعرفش عنه حاجة في بلاد كتيرة جدا في العالم تاكل وتشرب وتنام وتبني الكنيسة بتاعتك وتبني الجامع بتاعك وتعترض وبتاع ومش عارف ايه وكل الكلام ده شوية رحمة مصريين ده انتو بلد الرحمة وبعدين انا ما بقول لك شرعت فعالية ولا تدينه من جيبك دي ناس بتاكل بعرق جبنها ناس كتير يقول لك ايه وعمري ايه باع وعايز ايه انا مش عايز حاجة انا عايز مصر اللي عرفها دي مش مصر اللي انا عرفها توحش دي مش توحش المصريين دول مش المصريين اللي انا عرفهم دول اللي جاروا قال بيت النبي هي السيدة زينب والسيدة عيشة والسيدة نفيسة وكل اللي عندنا دول كلهم منهم اثار ومنهم عائلات ومنهم ومنهم جوم عندك ليه لان انت البلد انت الامن انت الامان انت العظمة انت الحضارة شطرين بس لا احنا بلد طب البلد دي ات اخلاق البلد دي ات سلوك انت مش عظيم بالتاريخ ما تكلمنيش عن احمص تكلمني النهاردة انت بتتعمى مع الناس ازاي اي حد يغلط يتحاسب اي حد ما مش عارف ايه يتحاسب انما في النهاية جماعة شوية رحمة وطبعا في النهاية لانا اللي بحل ولا لانا اللي باربط لانا اللي بقعد ولا لانا اللي بمشي انا بس بقولك تخيل انت نفسك بقى وانت قاعد مثلا في بلد برة وحد كل يوم الصبح عين بيقولك ايه العيال دي لازم تمشي الناس دي لازم ترحل احساسك ايه الناس دي مبيتة ازاي كم يوم اللي فاتوا وهم عملونك ايه مهم يعني حبيت بس اشرحوا حالاتكم وعايزكم بس اتفكروا طب هتوديهم فيه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة